السلام عليكم طلعوا مرنا بدي اسمع عن طريقة استرجاع رسائل الواتساب المحزوفة لكن الفيديو ده هيبقى مختلف تمام دلوقتي هنسترجع مع بعض رسائل المسنجر المحزوفة حتى لو عد عليها سنين لو عندك رسائل على المسنجر ممكن تكون مهمة أو تهمك وتحزفت معك بالغلط أو انت حزفتها ومحتاج انك تسترجعها طبعا الموضوع ده من أول ما انت فتحت الحساب بتاعك يعني نشوف الحساب بتاعك انت فتحته من إمتى على طول هتقدر تسترجع من أول ما انت فتحت الحساب المحادثات اللي على المسنجر اللي بمسحة قبل كده يلا بينا كده نبدأ الشرح علشان ما تقولش عليك لكن ما تنساش تدعمني بلايب وسبسكرايب ويلا بينا زي ما انت شايف كده معايا انت هتفتح معايا كده الفيسبوك بتاعك وبعد كده بتروح عندك على البروفايل بتضغط عليه ضغطة زي ما انت شايف تحت كده هتنزل تحت خالص هتختار حاجة اسمها الخصوصية او الاعدادات والخصوصية بتضغط عليها ضغطة وبعدين بتنزل تحت بتدور على حاجة اسمها الاعدادات بتضغط على الاعدادات وبعد كده بتنزل تحت خالص لحد ما تلاقي حاجة اسمها تنزيل معلوماتك ممكن توقف كده معايا الفيديو وبعدين تقدر تسترجع كل الكلام اللي انا قلته لك وبعد كده تكمل الشرح معايا دلوقتي بتضغط عندك على كلمة تنزيل معلوماتك ومن هنا تستنى شوية لحد ما يظهر لك الصفحة اللي قدامك دي قال لك هنا تنزيل معلومات الملف الشخصي في مركز الحسابات كل اللي عليك بس بتضغط عندك على كلمة متابعة هتستنى شوية بيقول لك هنا تنزيل معلوماتك قل له اه تنزيل معلوماتي وبعد كده بتحدد الحسابات اللي موجودة عندك سواء كانت صفحة سواء كان حساب بروفايل سواء كان حساباتك على المسينجر على سبيل المثال ان انا هحدد بس الحساب بتاعي أنا اللي هو الحساب الأولاني ده بعد كتب تغط عندك على كلمة التالي من هنا بيقولك المعلومات المتوفرة سواء كان بيقولك المعلومات اللي بتتضمن كل حاجة سواء كان نشاطاتك في الحساب أو ملفاتك الشخصية لكن لن تتضمن سجلات البيانات طبعاً إحنا مش نحتاج أول حاجة إحنا نحتاج تاني حاجة نختار أنواع محددة من المعلومات بيقولك هنا على سبيل المثال تقدر تنزل الصور والرسائل وسجلات البيانات فقط ده اللي احنا عوزينه دلوقتي في الفيديو ده طيب تضغط عندك هنا على أنواع محددة من المعلومات وبعد كده هنا بيقولك العناصر المحفوظة ولا تصويت ولا الرسائل طبعاً هضغط معاكو كده عندي على الرسائل وأنا في الفيديو ده زي ما احنا شرحنا هنسترجع رسائل المسنجر المحزوفة دلوقتي بتضغط عندك على كلمة التالي من هنا بيقولك انت عاوز تنزل على الجهاز ولا تنزل على جوجل درايف عاوز تنزل مع الجهاز مفيش مشاكل عاوز على جوجل درايف برضو مفيش مشاكل كل عليك بس بتضغط عندك على تنزيل الى الجهاز مثلاً وبعد كده بتضغط عندك على كلمة التالي هتستنى شوية بيقولك نطاق التاريخ شوف بقى التاريخ اللي انت تقدر تسترجع عليها الحساب بتاعك تضغط عندك على نطاق التاريخ وبعد كده بيقولك الرسائل بقى الموجودة في الاسبوع الماضي ولا الشهر الماضي ولا آخر ثلاث شهور ولا اخر 3 سنين ولا السنة الماضية على سبيل المثال ان انا اختار مثلا السنة الماضية هضط عندي على كلمة حفظ وبعد كده بيحولني هنا على الاشعارات بوله هيبعثي اشعارات على البريد الالكتروني الخاص به هنا يظهر لك البريد الالكتروني المربوط بالحساب بتاعك او رقم التليفون دلوقتي بتنزل تحت كده وبتغط عندك على كلمة انشاء ملف هنا ممكن يستغرق معاك الموضوع حوالي ربع ساعة نصف ساعة وبعد كده هرجع لكم من جديد زي ما انت شايف كده بعد بالزبط ربع ساعة قال لي هنا الملفات التي طلبتها جاهزة للتنزيل اللي انت شايفها فوق دي كده كل عليك بس بتضغط عليها ضغطة اضغط عليها ضغطة كده وبعد كده بيحولك بقى على الملفات اللي انت هتنزلها انا عندي هنا ملف 200 انت هتلاقيه اكبر من كده لان الحساب بتاعي لسه معمول مش بقاله شهرين او ثلاثة انت لو الحساب بتاعك قديم تقدر تسترجع محادثات او رسائل المسنجر المحزوفة بس كل عليك بس بتضغط عندك على كلمة تنزيل ومن هنا بيقولك اكتب كلمة السر طبعا بتكتب كلمة السر هنا وتقول له متابعة وهتستنى شوية لحد ما يقوم محولك على طول على تنزيل الملف طبعا هنا بيقولك هل ترغب في تنزيل اللي هو الملف بتاع المسنجر طبعا بتضغط عندك على كلمة تنزيل تمام بعد كده زي ما انت شايف هو كده نزل رسائل الواتساب المحزوفة عندك من سنين نزلت على الجهاز بتاعك دي كانت الطريقة الوحيدة والطريقة اللي تقدر تنزل بيها رسائل المسنجر المحزوفة على الفيسبوك كده نشرح انتهى اتمنى يكون نشرحة عجبك تنساش دعمني بلايب وسبسكرايب ولو احتاجت اي حاجة اتواصل معي في التعليقات وانا هرد عليك ان شاء الله دمتم بخير مع السلامة اشتركوا في القناة